أعزائي طالبات وطالبات التعليم الفن الزراعي أهلا وسهلا بكم في أولى حلقاتنا في برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة على قناة مصر التعليمية في العام الدراسي الجديد 2021-2022 وإن شاء الله يسعدني أن أكون معكم في تدريس مادة محاصيل الحق لأصف الثاني الزراعي جميع المجالات قبل سابق اتكلمنا في حلقات إسرائيلية عن التعليم الزراعي في جميع مجالاته والتخصصات المتعددة واتكلمنا أيضا في حلقة إسرائيلية عن محاصيل الحق لكقسم كبير أو كمادة عامة بيدرسها جميع الصفوف الدراسية الصف الأول والثاني والثالث الزراعي وأيضا جميع التخصصات اليوم مادة محاصيل الحق إن شاء الله هنتكلم منهج الصف الثاني بشكل عام مكمل لمنهج الصف الأول عشان هي وحدة وحدة مع بعض الثلاث صفوف الزراعية في مادة محاصيل الحق وبالتالي هندرس في المنهج الخاص بمحاصيل الحق للصف الثاني محاصيل باكلية ومحاصيل السكر ومحاصيل الألياف وأيضا محاصيل البزور الزيتية وبعض المحاصيل الأخرى زي البصل وأيضا هندرس إزاي نحافظ على البيئة ونستخدم الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية عشان ننتج ما يسمى بالسماد العضوي أو الكمبوست وبالتالي إحنا قبل ثقافة الامتحان لازم تكون فاهم إن انت خلال الدراسة في التعليم الزراعي تكون هتطلع فني قادر على توظيف بعض المهام الزراعية مثلا تكون قادر على زراعة محصول ومتابعة جميع العمليات الزراعية من أول الزراعة ثم التسميد والريوة ومتابعة خدمة رعاية المحصول من الزراعة حتى الحصاد تكون قادر تحسب كمية السماد المطلوبة ونوع السماد للمفروض النبات أو المحصول ده عايزه أيضا تكون قادر أن تحدد طرق الرأي المختلفة المحصول ده ونوعية الأرض هرويها بأنه طريقة يكون أيضا عندك خلفية أو مقدرة بغض النظر عن ثقافة الامتحان أنك تكون قادر تحدد طبيعة الأمراض والأفات الحشرية اللي بتصيب النبات أو المحصول في الحق عشان أقدر أقومها وكمان أدرس نوعيات الحشيش عشان أقدر حشيش المنتشرة في بعض المحاصيل بحيث برضو أقدر أقومها يبقى أنا كعامل فني أقدر كمان أحسب إرادات ومصرفات فدان معين من أي محصول عشان أشوف محصولي ده هيبقى رابح ولا مش رابح فبعيدنا عن ثقافة الامتحان الامتحان مطلوب والعلم طبعا تتقدم به الشعوب ولكن إحنا عايزينك تخرج لسوء العمل متميز دايما في الموضوع ده بشتى مجالة عشان كده في السنة تانية هندرس كل محصول على حدة من أول زراعته مرورا بجميع عمليات الخدمة من بعد الزراعة وحتى الحصاد فبداية كده نتوكل على الله بسم الله ونقول الباب الأول هيكون خاص بمحاصيل المحاصيل الباكولية إيه المحاصيل الباكولية لو نتابع مع بعض هنلاقي المحاصيل الباكولية دي هي مجموعة من المحاصيل بتتبع العائلة الباكولية مجموعة من المحاصيل بتتبع العائلة الباكولية وبتتزرع بغرض أن أنا أحصل الناتج بقى النهائي الصمرة اللي أنا أخذها هي البزرة هي دي اللي بتكون غذاء أساسي للإنسان وأيضا للحيوان إيه أهم هذه المحاصيل؟ عندنا الفول البلدي والعاتس والحمص والترمس والحلبة وفول المنج فول البلدي عاتس حمص ترمس حلبة فول المنج دي أهم المحاصيل للعائلة الباكولية إن شاء الله هندرسها مع بعض خلال الصف الثاني الزراعي لمادة محاصيل الحقل العيلة بما أن المحاصيل الباكولية عائلة واحدة فليها صفات تجمع ما بين صفات عامة تجمع ما بينها يعني ما بين الفول البلدي والعاتس والحمص والترمس وفول المنج والحلبة صفات مشتركة أولها إن كل المحاصيل اللي شفناها دي محاصيل شتوية معادة محصول واحد فقط وهو فول المنج فول المنج ده محصول بقولي صيفي أيضا عندنا الثمرة بتتميز العيلة دي أو المحاصيل ده كلها بين الثمرة أرن عبارة عن أرن هنشوف الفول البلدي البزور بتاعته موجودة في أرن الحمص كذلك العاتس كذلك الحلبة كذلك الثمرة أرن ديتين الصفة بتجمع ما بين محاصيل العائلة الباكولية طالت صفة بتشترك فيها محاصيل العائلة الباكولية إن الورقة بتكون مركبة من عدة ورائقات زي الصورة كده ما احنا شايفين هنلاقي الورقة الورقة الوحدة فيها مجموعة من الورايقات عشان كده بنوع عليها ورقة مركبة دي صفات عامة للمحاصيل الباكولية وأيضا الجدر في هذه العائلة بيكون وتدي عليه عقد بكتيرية بتعمل على تثبيت أزوت الهواء الجوي فإحنا في الجو بيكون في عنصر النيتروجين أو غاز النيتروجين موجود في الجو غاز سام سبحان الله العقد البكتيريلي موجودة في جزور الفول البلدي والعس والحمس أو محاصيل العائلة دي كعائلة باكولية بيكون فيه حاجة اسمها عقد بكتيرية بيبقى فيها النوع من عنواع البكتيرية بيمتص الغاز ده ويثبته فيه التربة في صورة صورة عنصر سمادي اسمه النيتروجين ده المسؤول على النمو الخضري في النبات بشكل عام زي ما هو واضح في الصورة أيضاً من ضمن الصفات العامة أن المحاصيل دي أقدر أستخدمها كتسميت أخضر في الأراضي الجديدة وأيضاً المحاصيل دي بتشترك في أن فيها النسبة عالية جداً من البروتين زات قيمة غذائية عالية طيب فيه أساسيات هناخدها في البكوليات بشكل عام قبل ما نتوجه أن احنا ندرس كل محصول على حده البكوليات بشكل عام بتتأثر بتأخير موعد الزراعة ليه؟ عشان بيوجد فيها ظاهرة اسمع ظاهرة التساقط الأزهار فلو أنا ما عاد محصولي مثلاً زي الفول البلدي اللي هندرسه هذا اليوم بمشيئة الله بيتزرع آخر أكتوبر طيب لظرف ما أنا تأخرت أكتر من كده وزرعته في آخر نوفمبر المحصول هيقل جداً ليه؟ لأن الأزهار حتى تساقط ودي ظاهرة موجودة في البكوليات بشكل عام البكوليات أيضاً بما أن هي حاجة رباني بتنتج غاز بتحول غاز الأزوت الجوي أو النيتروجين إلى عنصر سمادي وهو النيتروجين في التربة فهي أيضاً تحتاج إلى التسميد الفوسفاتي والبوتاسي عشان يحصل توازن مع الأزوت في النمو المتوازن كمان البكوليات لازم أعامل التقاوي بتاعتها أو البزورة اللي أنا هزراحها قبل الزراعة بإضافة ما يسمى باللقاح البكتيري إحنا قلنا في عقد بكتيرية بتتكون في الجدر فعشان العقد دي تتكون بالشكل مظبوط وكتير والبكتيرية تكون نشطة لازم أعامل التقاوي بتاعة العائلة دي كلها الفول البلدي والعدس والحمص والترمس والحلبة وفول المنج بما يسمى باللقاح البكتيري طبعاً دي كلها أساسيات في المحاصيل اللي هندرسها اللي تخص العائلة دي ثالث حاجة بتساعد على تثبيت الأزوت كل المحاصيل اللي اتكلمنا عليها بتساعد على تثبيت الأزوت الجوي عن طريق بكتيريا بيستفيد منها النبات خلال موسم النمو مش بس كده بعد الحصاد أيضاً بتبقى فيه نسبة حتصل لحوالي 20% من الأزوت كعنصر سمادي موجودة في قلب الأرض تزود خصوبة التربة لتفيد المحصول اللاحق لزراعتها أيضاً الباكوليات فيه عملية مهمة جداً اسمها التلقيح البكتيري قلنا احنا لازم نعمل البزور أو التقاول لها زراحة بالتلقيح البكتيري تعالوا بقى نشوف مع بعض العملية دي هتفضل معانا في كل المحاصيل اللي هندرسها تخص المحاصيل الباكولي طيب ازاي بتتعمل عملية التلقيح البكتيري تعالوا نشوف مع بعض في خطوات ازاي بنقدر نعمل التلقيح البكتيري بجيب الفدان مثلاً هزرع فدان هيكون معايا 30 كيلو 40 كيلو حسب نوع المحصول وحسب كمية التقاول المطلوبة زي ما هندرس فبنادي بزور المحصول أو التقاوي بمية مش هنقعها بمية ولكن هنديها فقط كوب ماء أو كوب بيتين ماء على البزور اناديها تانية حاجة هجيب كيس اللقاح أو محتويات كيس اللقاح وافضيها على محلول صمغي أو سكري عشان اضمن ان هي تبقى لازجة تالت حاجة المخلوط اللي انا عملته دوت محتويات كيس اللقاح هاضيفه على البزور بالتقليب الجيد بحيث الكلام ده كمان يكون في مكان مزلد خدوا بالكو دي حاجة عملي انا لازم كفني اكون مطقنها في التدريبات العاملة لازم انفس ده بايدي عشان لما اطلع واتخرج او ازرع في غيتي او اكون شغال في مزارة اكون متمكن من اجراء عملية التلقيه البكتيري فدي خطوات مهمة جدا رابح حاجة واهم حاجة ان انا هزرع التقاوي دي مباشرة بعد اجراء عملية التلقيه وهروي الارض دي حاجات لو هنبص على ثقافة الامتحان هنلاقي الاسئلة دي موضع امتحان في صحة وغلط ممكن نقولك يفضل الزراعة مباشرة بعد تلقيه التقاوي ده مزبوط الكلام اه مزبوط طبعا فاخدوا بالكم من النقاط دي سريعا هقول تاني ازاي بنعمل عملية التلقيه البكتيري نمرة واحد هندي بزور المحصول البكولي بالمية اتنين هاخلط محتويات الكيس العقادين او اللقاح على محلول صمغي او سكري عشان اضمن ان كل بزرة يلزق عليها بكتيريا من اللقاح البكتيري احط المخلوط ده على البزور وقلب بشكل جيد ويكون ده في مكان مزلل رابح حاجة ازرع البزور بعد تلقيهها مباشرة واروي على طول طيب وانا بعمل عملية التلقيه البكتيري فيه نقط لازم اخد بالي منها طبعا فهنجد عنوان اهم ما يراعي عند التلقيه البكتيري بالعقادين ودي برضو موضع اسئلة كثيرة في الامتحان خصوصا اسئلة صح وخطأ الشروط او اهم ما يراعي ان كل محصول بقولي له عقادين خاص بي يعني ايه كل محصول بقولي له عقادين خاص بي او لقاح خاص بي الفول البلدي اللقاح اللي استخدمه مع الفول البلدي وتأول الفول البلدي هيكون مختلف عن اللقاح بتاع محصول العتس هيكون مختلف عن لقاح محصول الترمس هيكون مختلف عن لقاح محصول الحلم ما ينفعش اللقاح واحد أستخدمه مع أفراد العيلة دي أو المحاصيل دي كلها فدي نقطة مهمة جدا غاية في الأهمية في أهم ما يراعى عند التلقيح البكتيري تاني حاجة أخد بالي منها وأنا بعمل عملية التلقيح البكتيري لتقاوي المحاصيل البكولية إن أنا هزرع مباشرة بعد التلقيح دي غاية في الخطور عشان اللقاح ما يجفش أو البكتيريا ما تموتش أنا هميني بعد ما أعمل عملية التلقيح أزرع مباشرة واروي لأن البكتيريا في الأول وفي الآخر كائن حي تالت حاجة لما هلقل العقديم من مكان لمكان أنتبه إن ما أعرضش التقاوي اللي أنا عامل ليها عملية التلقيح البكتيري للشمس المباشرة أو الحرارة برضو عشان اللقاح أو البكتيريا اللي أنا ملقح بيها ما تجفش دي نقطة غاية في الخطورة يعني يفضل كمان المكان اللي هزرع فيه يكون قريب جدا أو المكان اللي هعمل فيه عملية التلقيح البكتيري يكون قريب جدا للزراعة المباشرة نقطة مهمة جدا إن أنا ما ينفعش أستخدم عقادين العام السابق هكون السنة اللي فاتت استخدمت كمية من أكياس العقادين فاتبقى أكيسين ثلاثة أهم ركنهم للسنة اللي جاية ما ينفعش لأن فيه ما ينفعش أستخدم لقاح عد عليه ثلاث شهور كل حاجة لها صلاحية فأنتبه للنقطة دي فلو قالك مثلا في صيغة سؤال ينفع أن أنا أستخدم لقاح العام السابق لا طبعا ما ينفعش أنتبه للحاجات دي بس بغض النظر برضو عن ثقافة الامتحان يهمنا إنك تكون فني تطلع تشتغل في السوق الحرة بشكل من الوعي من العلم تكون مدرك نقطة زي كده طبعا العناية بسلامة الأكياس أثناء النقل عشان كيس اللقاح لو اتخرم أو اتقطع دي كلها هيفقد اللقاح حيويته والبكتيريا مش هتكون نشطة فيما بعد في مصر عمتا إحنا عندنا المحاصيل دي مصدر للبروتين لأن فيها كيمة بروتينية أو كيمة غذائية عالية جدا ولكن بتقابلنا مشكلة في نقص البروتين هنا ليه؟ هنشوف بعض الأسباب زي الفول البلدي مصدر من مصادر البروتين ولكن زراعته بتعاني من انتشار حشيشة الهلوك وجود الهلوك في زراعات الفول بيقلل من الانتاجية يعني مفروض الفدان ينتج عشر أردب ممكن ينزل لستة أردب بسبب انتشار الهلوك طبعا الحشيش بينافس النبات على الأكل والمساحة والضوء والتهوية كل ده بيأثر على المحصول الأساسي وبرضه بتنفسه زراعات البرسيم الفول البلدي محصول شتوي والبرسيم محصول شتوي فأنا هاجي في الشتة هزرع أرضي برسيم ولا فول فانتشار الصروة الحيوانية والانتاج الحيواني والتوسع فيه أصبح لما فر أن احنا لازم نزرع محاصيل علف زي البرسيم الشتوي فده بيقلل من زراعة الفول البلدي فبالتالي هيتحصل مشكلة في نقص البروتين عندنا مشكلة تانية مثلا في العدس كمصدر من مصادر البروتين بيحصل أن هو بيصب الزبول فالفدان بيديني انتاجية قليلة جدا والمساحات قلت مساحات المنزرعة بالعدس قلت وكذلك المنزرعة بالفول البلدي أيضا قلت بقى المحاصيل إن كان تيرمس حلبة فول منج دي حاجات كلها بتزرع فيه مساحات محدودة جدا طب أنا بقى عندي مشكلة فإنتاج البروتين النباتي من المحاصيل البوكولية لا يكفي احتياجات السكان لأن سنويا فيه زيادة في تعداد السكان ده خلنا نستورد كميات من الفول البلدي والعدس وبالتالي فيه عجز فيه الانتاج طيب فيه حلول عشان أقلل الفجوة الغذائية في مصر هل فيه حلول عشان أقدر أقلل الفجوة الغذائية في مصر طبعا فيه بعض العوامل لو أنا ركزت فيها بالعلم هقلل الفجوة الغذائية اللي نتجي عن تقليل المساحات المنزرعة بالفول والعدس والمحاصيل البوكولية أولها أن أنا أفكر في انتخاب أصناف عالية المحصول عندي صنف مثلا في الفول البلدي بينتج 8 أردب طيب ما فيه صنف تاني بينتج 11 و 12 يبقى أنا يوم ما أنتخب صنف أو أزرع صنف عالي المحصول هقدر أقوم كمان الإصابة الحشرية أقدر كمان أنتخب بعض الأصناف اللي تجود في الأراضي الرملية وحديثة الاستصلاح معنى الكلام ده إيه؟ يعني أنا عندي مساحات كبيرة في الصحرة نقدر نعمل أبار نقدر نوفر المية فقدر أزرع طبعا فيه محاصيل من المحاصيل البوكولية تجود في الأراضي الرملية طبعا عندنا حاجة زي الترمس رائع جدا في الأراضي الحديثة فقدر أوسع وأزيد من الأصناف دي أنتخب برضو بعض الأصناف عشان أقلل الفجوة الغذائية مفهوم فجوة غذائية يعني الإنتاج لا يفي بالاتعداد اللي موجود عندي ناس كتير والإنتاج قليل فما بيحصلش توفير للغذاء عشان كده فجوة حصل فيه فجوة غذائية ما بين المنتج وما بين المستهلك طيب الحل زي ما قلنا تالت حاجة أنا أنتخب أصناف من العتس تقاوم الزبول وكمان تقاوم عفن الجزور والبياض الزغبي عشان أقدر أنتج عتس يساعد معايا في زيادة المحاصيل كمصدر للبروتين أقدر أتوسع في زراعة الترمس في الأراضي الرملية لأنه أيضا بيجود في الأراضي الرملية بشكل رائع جدا وحواف الترع والجسور أهتم بقى بزراعة فول المنج فول المنج احنا تكلمنا عليه أنه هو الوحيد المحصول الصيفي طب بما أن المحصول الصيفي ده الوحيد يعني ما فيش برسيم شيت وهي نفسه مش يحصل فيه تنافس فأنا أقدر أوسع زراعة فول المنج نغير أنه بتحمل الحرارة العالية محصول الصيفي بتزير يعني ينمو خلال فصل الصيف فبيتحمل الحرارة العالية وبتحمل الجفاف فليه لا ما وسعش وأقطر من زراعة فول المنج عشان يقدر يعوضني عن انتاج البروتين من المحاصيل الباكولية اللي احنا تكلمنا عليها يبقى احنا كده قدرنا نقلل الفجوة الغذائية النادية ما بين ان المنتج قليل والمستهلك كتير ده مفهوم الفجوة الغذائية كل اللي فات ده خاص بالمحاصيل الباكولية بشكل عام تعال بقى نبدأ مع بعض محصول محصول ندرس ونعيش معاه بالعلم ازاي هقدر ازرعه وازاي هقدر امارس عليه لعمليات الزراعية المختلفة في الارض عشان نقدر اوصل لاعلى معدل للانتاج في وحدة المساحة فاول محصول عندنا تعالوا نطبع مع بعض وهو الفول البلدي الفول البلدي الاهمية الاقتصادية يعني الفول البلدي ده مهم ليه ده مفهوم الاهمية الاقتصادية برضو عشان ما يجي لك سؤال كده من الاسئلة الموضوعية اذكر الاهمية الاقتصادية للمحصول الفلاني ابقى انا فاهم الفول بالنسبة لي مهم ليه هو ده مفهوم كلمة الاهمية الاقتصادية هو ليه محصول اقتصادي ليه محصول الدولة بتعتمد عليه او الشعوب بتعتمد عليه ده مفهوم كلمة الاهمية الاقتصادية تعالوا نشوف مع بعض ايه الاهمية الاقتصادية للفول البلدي في بعض العناصر أولها أن البزور بتستخدم في تغذية الإنسان فيش حد اسمه مكلش فول في حياته بأي صورة من الصور قيمة بروتينية عالية جدا ومتوفر وموجود والناس كلها الشعوب بمختلف الطبقات بتستخدمه فالبزور بتاعة الفول البلدي بتستخدم في تغذية الإنسان وأيضا تغذية الحيوان عشان كده هو مهم اقتصاديا ايه تاني مهم اقتصاديا ليه لأن القرون الخضرة بتستخدم ايضا في تغذية الإنسان والصور واضحة قدامنا ففي ناس تقدر بنقول عليه فول حراتي يعني بنقدر ناكل الفول ده في شكل طازة كده أخضر فول القرون الخضرة بتستخدم في تغذية الإنسان بشكل مباشر مهم اقتصاديا ايضا لأن النباتات الخضرة بتستعمل في تغذية المشا والأغنام اللي هو العشب نفسه النبات نفسه بعد ما احصل منه على القرون أو بعد ما احصل منه على سواء حتى لو نشوف ويهي تم الحصاد بقدر استعمل ده في تغذية المشية والأغنام ميزة كمان أو أهمية اقتصادية أنه هو بيزود خصوبة التربة وطبعا ده لو قلنا علل لماذا ليه هنقولك لأن الفول البلدي من العائلة الباقولية فبيحتوي جدره بيحتوي على عقاد بكتيرية العقاد البكتيرية فيها بكتيريا بتثبت أزود الهواء الجوي بتاخد الغاز الضار السام ده من الجو وتثبته في قلب الأرض في صورة عنصر سمادي من العناصر الأساسية وهو النيتروجين المسؤول على النمو الخضري مش بس كده بتغذي النبات النيتروجين وبتدي فقد للمحصول اللاحك لزراعته ده بالنسبة لأهمية الاقتصادية مهم اقتصادية تاني طبعا نقطة الأخيرة هنلاقي التبن يعني حتى بعد ما بنحصد المحصول وبناخد منه البزور عشان نستخدمها في غذاء الإنسان أو الحيوان النبات الناشف ده لما بندرسه بيعمل حاجة اسمها التبن الأصمر التبن الأصمر ده لفظة خاصة بمحصول الفول البلدي وده بيستخدم في تغذية الحيوانات وأيضا بتعمل منه فرشة للناس اللي عندها بقى مزارع دواجن أو عندها مزارع ماشية بتستخدم التبن فيه بتفرش تحت الكائنات الحية دي كمشروع انتاج حيواني ده بالنسبة لأهمية الاقتصادية للفول البلدي ليه هو مهم اقتصادية تعالوا نلقي نظرة سريعا على الانتاج المحلي يعني احنا في مصر عندنا كام فدان بنزرعه وبينتج كام طم ففي مصر هنلاقي ان الفول بتزرع في جميع محافظات مصر بتزرع في جميع محافظات مصر زي ما هنشوفه الأصناف وجه بحري وجه قبلي مصر الوسطى كمان بتزرع تحميل على القصب الخريفي في المحافظات الجنوبية المساحة الإجمالية في مصر بتوصل لمية وخمسين ألف فدان في السنة سنويا بنزرع من مية لمية وخمسين ألف فدان المية وخمسين ألف فدان دول بينتجهم كإنتاج محلي مية وخمسين ألف طن تصل إلى ميتين خمسة وعشرين ألف طن من البزور فقط لان فيه انتاج تاني من التب طيب الوصف النباتي كجزء عملي انا عايز اعرف كمهندس زراعي اشوف بس كده النبات من بعيد اعرف ان هو ده فول بلدي ولا حمص ولا ولا فده عشان كده الوصف النباتي مهم طيب إيه الوصف النباتي أول حاجة في الوصف النباتي هي الجدر الجدر كمسمة وتدي قوي بيتعمك في الطربة لمسافات بتوصل لمتر جدر الفول البدي بيوصل لمتر بس أهم ما يميزه ان عليه جزور جانبية في الجزء العلو من الطربة وبتنمو عليه العقد البكترية زي ما قلنا على جزور النباتات بتعمل انتفاخات كده في حجم حبية الحمص الانتفاخات دي بيكون فيها بكتيريا نمية في العقد فبتعمل على تثبيت الأزود الجوي زي ما تكلمنا عشان مهمة قوي ان انا اعمل عملية تلقيح بكتيري ان انا ما سيبش الدنيا تمشي طبيعي كده لا ده انا بالتلقيح ده بنشط البكتيريا وبزود البكتيريا من البداية عشان اضمن ان الجدر يكون فيه الشكل اللي باين في الصورة ده العقد البكتيريا طول ما هي منتفخة كده يبقى البكتيريا نشطة وتعمل على تثبيت الأزود الجوي طب بالنسبة للصاق صاق الفول البلدي دايما نشوف اي نبات بيكون الصاق مدورة عاملة زي القلم الرصاص لكن هنا في الفول البلدي لو هناخد بالنا هنلاقى الصاق مضلع هي صاق قائمة يعني وقفة كده ومضلع عاملة زي المربع دي الصاق الخاصة بالفول البلدي كنبات فيها برضو بيحصل تفريع من عند الورق كده بيحصل أفرع الأفرع دي ممكن تزيد أو تقلع لحسب الزراعة كسيفة ولا مش كسيفة يعني إذا كانت الزراعة كسيفة وفيها زحمة في عدد النباتات في وحدة المساحة التفريع بيقل لكن الصاق عاملة صاق قائمة مضلع ده اللي لازم نفهمه في موضوع الصاق بالنسبة للأوراق الأوراق قلنا ورقة مركبة يعني مش ورقة وحيدة أو فردية لا بيكون عليها ورائقات الورقة الوحدة فيها كذا ورائقات من 2 ل 6 ورائقات الورقة الترفية كمان ممكن تكون موجودة ممكن تتحور لحاجة اسمها محلاق أثري بتكون ورقة خاضرة عريضة لو تابعنا في الصورة الأزهار بتكون زهرة إبطية الزهرة في الصورة واضحة زهرة بتكون زهرة إبطية بتخرج في إبط الأوراق كل النورة فيها 6 أزهار من 2 ل 6 أزهار الزهرة بتكون بيضة بيبقى فيها نقطة بنية أو نقطة سودة أو صفرة ده على حسب نوع الصنف البزور احنا طبعا عارفين أن الصمرة قلنا في الصفات العامة الصمرة أرن الأرن ده بيحتوى العدد من البزور البزرة المنتج النهائي اللي احنا بنستهلكه شكلها بيختلف وحجمها بيختلف حسب الصنف والطراز فيه منها الكبير ومنها الصغير ومنها المتوسط الحجم الأصناف معانا في الفول البلدي عندنا في مصر تلت تراز فيه ترازين أولهم الفول الرومي ده طبعا بزوره كبيرة وعريضة وفيه أصناف من تراز ذاتة البزور متوسطة الحجم أما التراز التالت ده تم استنباطه وعبارة عن أصناف عالية في الانتاج تم استنباطه حديثا أصناف بتكون عالية في الانتاج مقاومة للأمراض زي جيزة 716 جيزة 843 مصر واحد ومصر ثلاثة سخة واحد سخة اثنين سخة ثلاثة جيزة ثلاثة دي كلها مسميات لأصناف بتتزيرها في الوجه البحري طب الوجه القبلي ومصر الوسطى إيه الأصناف اللي بتتزيرها فيها من الفول البلدي كتراز تالت تم استنباطه حديثا فيه جيزة ثلاثة محسن جيزة 429 مصر واحد مصر اثنين مصر ثلاثة جيزة 843 هتقول لي أنا هادر أحفظ الأرقام دي لازم تكون واعي عشان لما تنزل تشتري صنفه معاين تبقى أنت عارف أنا في الوجه القبلي خلاص لازم أشتري جيزة ثلاثة محسن أو مصر واحد سخة سخة واحد وسخة اثنين دي حاجات خاصة بالوجه البحري على حسب درجة الحرارة فأنا لازم أكون مميز طب أنا كطالب بقى في العلم والامتحان اللي احنا بنشيل همه طبعا هيجي لك وقولك من أصناف الفول البلدي نقط ونقط تقدر طب من الأصناف اللي بتتزيرها في الوجه القبلي نقط من الأصناف اللي بتتزيرها في الوجه البحري فأنت لازم تهتم علميا من ناحية ثقافة الامتحان أما من ناحية العملية انت لازم تميز لان انت هتنزل السوق مش هتقول له عايز تقاوي فول بلدي وتسكت هيقولك صنفي ايه فاندم هتزرعه فين محتاجه فين فالنوات دي مهمة جدا الأراضي الجديدة بقى في منطقة النبارية المستصلحة حديثا فصنفي اسمه نبارية واحد نبارية اثنين نبارية تلاتة جيزة سبعمية وستاشر الطربة المناسبة أنا نويت ازرع فول طب لازم أعرف الفول البلدي ايه هي نوع الارض اللي لازم يجود فيها الفول البلدي بيجود زرعته في جميع أنواع الاراضي بس ما ينفعش ليه لان ما بينفعش في الملحية والسية الصرف يبقى زرعت الفول البلدي بتجود زرعته في جميع أنواع الاراضي ما عادة الملحية وسية الصرف وبرضه ممكن تنخذه في سؤال صحة وغلط فيجي لك اقول لك تجد زراعة الفول البلدي في جميع عنواع الاراضي ويقف تجي انت تقول صح لا طبعا اجابة خطئة لان جميع عنوار الاراضي هيشمل سيئة الصرف وهيشمل الملحية لكن الارض الملحة انا عارف ان ارضي فيها ملوحة عارف ان ارضي سيئة الصرف وما بتصرفش مش هينفع ازرع فيها فول لان لو زرعت مش هيديني ثمار بالشكل المطلوب ده بالنسبة لي التربة الزراعية طيب ننتقل الى الاحتياجات المناخية الفول البلدي ايه الجو اللي ينفع ازرعه فيه احنا طبعا عارفين انه هو محصول شتوي يعني بينمو خلال فصل الشتاء هو عمتا بيحتاج للجو معتدل في درجة الحرارة فالحرارة المسلحة للانبات من 20 ل 26 لو تأخرت قوي في الشتاء عشان ازرع مش هيحصل الانبات بشكل جيد فانا لازم اكون واعي للاحتياجات المناخية اللي عايزها المحصول بتاعي معات زراعته طالما انا فهمت ايه هي الاحتياجات المناخية للفول البلدي هاقدر احدد معات زراعته فمعات زراعته نعرفها كده اخر اكتوبر الشهر اللي احنا فيه اخر اكتوبر اخر شهر ده اقدر ازرع فول واقدر ازرع في بداية نوفمبر يعني شهر 11 يعني لو اخدنا الزبوع الاخير من شهر 10 والسبوع الاول من شهر نوفمبر اقدر ازرع فيهم فول هيكون معاد مثالي جدا في درجة الحرارة والانبات واخد بالي ما ينفعش ابكر عن كده ولا اخر عن كده لان احنا عندنا حرارة مرسلة للانبات من 20 ل 26 الموقع في الدور في حاجة اسمها دورة زراعية وعندنا حاجة اسمها سنة زراعية زي السنة الدراسية اللي احنا فيها لو هنقول السنة الدراسية بتبدأ في شهر 9 او شهر 10 وتنتهي في مايو فالسنة الزراعية درسناها في سنة اولى لو نفتكر بداية كلامنا في الحلقة قلنا منهج الصف الثاني مكمل لمنهج الصف الاول فالسنة الزراعية بتبدأ من نوفمبر من اول نوفمبر الى اخر اكتوبر للعام المقبل العام التالي طيب انا عندي السنة دي ليه عاملوا سنة زراعية عشان هشوف هقدر هزرع ايه في بدايتها هزرع ايه في نهايتها في محاصيل شتوية في محاصيل صيفية طب الموقع في الدورة يعني معناها انا محصول ده هيكون قبله ايه وبعده ايه انا بشرح باستفادة في النقطة دي لان دايما في كل المحاصيل هنلاقوا لك الموقع في الدورة الموقع في الدورة الاحتجاجات المناخية معادة الزراعة في محصول فول بلدي هنشوفها في كل محاصيل الصف التاني في مادة محاصيل الحقل ان شاء الله فننتبه مع بعض الموقع في الدورة يعني ايه المحصول بتاعي هيزبكوا ايه ايه اللي بتزرع قبله وايه اللي هتزرع بعده فانا عندي اه الموقع في الدورة اقدر ازرع الفول بعد القطن وبعد الدورة وبعد الارز ليه لان القطن والزورة الشمية والرز دي كلها محاصيل صيفية طب هو محصول شتوي زرعته بعد محاصيل صيفية هيجي بعده ايه برضو هزرع بعده محاصيل صيفية زي الدورة والارز وفول الصوية واقدر ازرع القطن كمان بعد حصات الفول البلدي اللي انا بحصده اخضر قبل الجفاف زي ما قلنا بتستخدم فيه التسميد الاخضر يعني ازرع المحصول بتاعي مش بهدف ان انا اخد بقى بزرع لا بسيبه 30-40 يوم على التزهير وبتدي احريته في قلب الارض عشان يبقى سماد اخضر في الارض يحسن من خواص الطرق طرق زراعة الفول البلدي وده بقى كلام مهم انا هزرع الفول بانهي طريقة عندنا كذا طريقة ثلاث طرق تقدر تيجي برضو في موضع الامتحان في صورة اكمل من طرق زراعة الفول البلدي نقط ونقط ونقط اولها الزراعة العفير ودرسنا طبعا عمليات الخدمة قبل الزراعة في الصف الاول الزراعي وتكلمنا عليها بالتفصيل الحرط بالتفصيل التسحيب بالتفصيل التخطيط كل ده عمليات الرأي كل ده تكلمنا عنه في الصف الاول فلما نيجي في سنة تانية هنتكلم هنقول بس ايه هي الطريقة اللي انا هستخدمها مع المحصول لاني انا فهمها فالزراعة العفير لو نرجع مع بعض الزاكرة هي كانت زراعة بزرة جفة في ارض جفة ثم الرأي عشان كنت أقول لعفير زراعة عفيرة زراعة جفة بجي بزرة الفول جفة أزراحها في أرض جفة بعدين أروي في حقيقة اسمعوا زراعة حريتي دي زراعة رطبة بروي الأول وبعدين عند نسبة رطبة معينة أبتدي أزرع البزرة سواء متنة ديب مية أو لا فأنا لازم أفصل ولازم منهك سنة أول يكون في زهني عشان أقدر أتواصل في الصف الثاني فطرق الزراعة مع بعض الزراعة العفير ودي بحرة الأرض بعدين بزحفها وبعدين بحطتها بمعدل 12 خط في الأسابتين وبزرع في جور على خطوط بيكون المسافة ما بين كل جورة والتانية 20 سنتي بس بحط في كل جورة بزرتين يبقى الزراعة الجفة أو الزراعة العفير دي أول طريقة لزراعة الفول عايز أزرع فول أحرط أرضي أزرعها في أرضي أبتدى أخطط طب عدد الخطوط لازم تبقى الزراعة واسعة شوية 12 خط في الأسابتين طب ما بين كل جورة والتانية 20 سنتي طب في الجورة الواحدة كان بزرق بزرتين دي الزراعة العفير تعالوا نشوف مع بعض إيه الزراعة التانية لزراعة الفول البلد عندنا الزراعة دون خدمة عقب المحصول السابق يعني أنا كان عندي محصول في الصيف مزروق أي أن كان بقى زرع شمية قطن أرز أقدر أزرع من غير معمل خدمة آه خصوصا في المحاصيل اللي هنقولها لو زرع قطن أو زرع شمية لو الأرض نضيفها من الحشائش وبقايا المحصول هزرع على نفس الخطوط مش هبتدى بقى ولا حرة ولا زحف لا هي الخطوط بتاعت الزرع هزرع عليها الفول البلدي وعلى نفس المسافات وهروي على طول رية الزراعة يبقى كده الزراعة فيه الرقم واحد من طرق زراعة في فول البلدي اتنين الزراعة دون خدمة عقب المحصول الصابق تالت حاجة زراعة اسمها زراعة عقب الأرز في دي بحرة الأرض لكن بسيب بقايا الرز عشان تجف وبعد كده أعمل عملية البدار هزرع هنا الفول مش في جور لا هزرع الفول بطريقة البدار ثم عملية قررية طب الفدان اللي أنا عايز زراعه عايز كمية من التقاوى قد ايه الفدان الواحد من 30 ل 50 كيلو يكفيني لزراعة فدان واحد من الفول البلدي عارفيني الفدان 24 قراط أنا عايز من 30 ل 50 طب ايه التفاوت الكبير ده التفاوت الكبير ده هيبقى راجع لحجم البزرة هيبقى راجع للصنف فكمية التقاوي أنا كرقم ولازم أكون فاكر عندي 2 فداني بلما أروح أشتري تقاوي أشتري 100 كيلو فده كلام مهم طب ايه الحالات اللي أنا أزود فيه ايه الحالات اللي أنا أجيب فيها 50 كيلو ما جيبش 30 أول حاجة لو أنا هزرع بالطريقة البدار لازم أجيب 50 مش أجيب 30 ليه؟ لأن البدار ما يباش فيها تحكم أو يبرمي كمية بزور كتيرة على الأرض كمية البزورة كتيرة على الأرض دي هتاخد مني تقاوي أكتر فبحتاج كمية كبيرة ايه الحالة التانية اللي كمية التقاوي بتزيد فيها لو أنا اتأخرت في معاد الزراعة قلنا في معاد الزراعة لو اتأخرت في الزراعة المحصول هيقل فأنا خايف لأن نسبة الانبات لو اتأخرت هنخش في الشتاء فالحرارة هتقل عن 20 والكلام ده هيخلي نسبة الانبات تقل فبقطر كمية التقاوي عشان نضمن أن يكون فيه عدد من البزور المنبتة في الفدان ثالث حاجة بزود فيها كمية التقاوي هي حجم البزرة إذا كان كبير لو كان حجم البزرة كبير فبحتاج طبعا لأن أنا لو هزرع بزرتين بزرتين في كل جورة زي ما اتفقنا حاجة في الآخر لو هوزن هلاقي البزرة محجم كبير هيكون وزنها أتقل يبقى هنا حجم البزرة بيتحكم معايا في الحالات اللي بتزيد فيها كمية التقاوي التسميد عمليها من العمليات المهمة جدا بعد الزراعة لأي محصول أنا هنا طبعا الفول البلدي بما أنه بيثبت الأزوت فأنا بحتاج لسمات سوبر فوسفات بمعدل من 100 إلى 200 كيلو جرام للفدان الواحد بحطها نسر أثناء خدمة الأرض قبل الزراعة يعني بعد ما أحرط وأنا في التخطيط والحارط بضيف السوبر فوسفات عشان يتقلب كويس في الأرض تاني حاجة بضيف 15-20 كيلو أزوت للفدان الواحد عند زراعة الأرض لو أنا هزرع الأرض دي أول مرة فول هحط 20 كيلو أزوت هنحط أزوت ليه هو بيثبت الأزوت وبيدي نسمات زي الأزوت أو النيتروجين لا عشان أول مرة هزرع الأرض بمحصول بقولي أو بالفول فبدي 20 كيلو أزوت كجرعة تنشطية عشان أضمن أن العقد البكترية تشتغل بشكل جيد تسميد الحيوة لما فر منه في المحاصيل البقولية وهو المفهوم بتاعه أن أنا هعامل البزرة بالعقادين علشان أضمن أن العقد البكتريات يتكون بشكل كويس تكونت العقد البكترية بشكل كويس البكترية هتكون نشطة هتعمل على تثبيت الأزوت الجوي خاصة في الأراضي الجديدة لأنها فقيرة في المادة الغذائية أو لو أنا ناوي أغير الصنف لأنها بزرعه طبعا نتيجة للتسميد الحيوة ده فدان الفول البلدي بيسيب 30 وحدة أزوت بعد الحصاد المحصول اللي أنا هزرعه بعد الفول بيستفيد منها ده بالنسبة للتسميد الحيوة طيب أنا عايز أعرف هروي الفول إزاي طبعا الريب يختلف على حسب نوع الطربة وطريقة الزراعة أو طريقة الرأي اللي أنا بستخدمها طيب عمتا الفول البلدي بعد ما بزرع التقاوي بتاعتي وبرو رأية الزراعة أو الريا بعملها بعد رأية الزراعة اسمها تشتية اللفظة دي خاصة فقط بمحصول الفول البلدي وبعد المحصول الأخرى بس هنا في الفول الريا الأولى بنسميها تشتية بعد حوالي شهر من الزراعة بروي رأية تانية مع نهاية التزهير أول ما يبتدي بقى التزهير يشتغل ويحصل عقدي يعني تتكون القرون أبتدي أروي رأية تانية بشكل عام الفول بيحتاج حوالي ثلاث رأيات بس الكلام ده في الواجه البحري لأن الحرارة بتكون منخفضة أجي في مصر الوسطى الحرارة بتاعلى شوية فخلاص هيبه أربع رأيات طب في مصر العليا بقى في الصعيد والجو الحر النبات بيكون مجهد طبعا وعمليات النتحة بتكون أعلى فأبتدي أروي رأية خمسة متوسط فترات الرأي بشكل عام كل خمسة وعشرين أو كل خمسة وثلاثين يوم حسب طبيعة أو نوع الأرض الكلام ده مش يحصل طبعا في الأراضي الرملية أو في المستصلحة حديثة خصوصا أن الرأي بيكون فيها بالطنقيد أو بالرش الرأي شرط أو يكون معتدل خاصة وقت التزهير وقت التزهير في أي نبات بتكون فترة حارجة جدا زادت المية قلت المية الزهرة هيقع الزهرة وقعت مش هيكون في عقد مش هيكون في قرون مش هيكون في سمار موضوع حبوب الرياح كمان بيأثر الفول بيحتاج لأن الرأي تكون زي غزيرة رأي بالزيادة الفول البعلي ده لفظة أيضا خاصة بالفول البلدي بتطلق على الفول في حالة رأيه رأي زراع فقط لو أنا هزرعه وارويه واسيبه من غير رأي ده بيسمى الفول البعلي ناخد بالنا من المسميات دي برضو عشان موضع أسئلة في الامتحان الحشائش لما فرنا أي محصول بينتشر فيه حشائش ففي الفول البلدة هنلاقي فرضو فيه حشائش حوليه شتوية طبعا لأنه هو شتوي الحشائش الشتوية دي هنلاقيها زي السريس والسل والنفل والهلوك دي كلها حشائش متخصصة على محصول الفول وبالأخص الهلوك ممكن تنتشر فيه برضو حشائش معمرة زي النجيل والعليق دي طبعا بتنتشر بالريزومات فالتخلص من الحشائش دي الحشائش الحولية هقدر أشيلها باليد أو بالعزي أو أن أنا أتبع دورة زراعية مناسبة أو النجيل والعليق حشائش معمرة فأنا هستخدم معها مبيدات كل حشيشة لها مبيدات موصبة أو خاصة بيها حشيشة زي حشيشة الهلوك برضو بتعامل معها بالمبيدات هنشوف برنامج لمكافحة الهلوك دلوقتي عشان بيأذي جدا الفول البلد في الانتاجية وبيقادئ للنقص الشديد في المحصول فهنعمل برنامج مكافحة كده في الأراضي الموجوعة بالهلوك بشكل كبير لازم أمشع السيستم ده أول حاجة لو أنا عارف أن أرض بيطلع فيها هلوك كتير هاختار سنف بيتحمل الهلوك إيه الأصناف طبي اللي بتتحمل الهلوك؟ جيزة 824 مصر واحد سوري مصر واحد مصر اثنين مصر ثلاثة دي أربع أصناف بتتحمل الهلوك أنت أضرب أرضك وأرضب الطبيعة وعارف الطبيعة بتاعت أرضك فيها إيه؟ التأخير في معاد الزراعة عشرين يوم عن المعاد الموسى بيه يخليك تهرب من انتشار الهلوك في الغيط بتاعك طريقة كمان في برنامج المكافحة أن أنا أقرب فترات الري في الحقول الموبوئة بالهلوك دي طريقة أقدر أقل من حدة انتشار الهلوك طريقة كمان أن أنا أزرع عقب محصول الأرزة أو الأطن وخصوصاً اللي هي طريقة الزراعة من غير خدمة أو أستخدم بقى موبيد الراوند أب بمعدل خمسين سنتي للمتين لتر عندي مطور متين لتر هحط عليه خمسين سنتي عندي مطور ستمائة لتر هحط عليه مية وخمسين سنتي المهم أن أنا الفدان هيكفيه متين لتر رش والفترة اللي هبتدع رش فيها بتكون فترة بداية التزهير هدي رش تانية بعدها بعشرين يوم من الرشة الأولى بنفس المعدل خمسين سنتي لكل مية لتر من المية طريقة الزراعة دون خدمة على خطوط المحصول السابق زي قلنا الدرة الشامية أنا خلاص قطعت الدرة حصدت الدرة فسيب الخطوط مش هبتدي بقى أحرط ولا حاجة لا هزرع على طول موضوع البزور بتاعة الفول البلدي هزرع دون خدمة على خطوط المحصول السابق رشة واحدة في حالة التخطيط عشر خطوط لكل أسابتين هحط بزرتين في الجورة والمسافة أيضا من 20 ل 25 سنتي إيه الحشرات اللي بتنتشر أو بنشوفها بتصيب الفول البلدي أهمها الددان القارضة والحفار والمن والزبابة البيضة المكافحة طبعا باستخدام المبيدات الموسى بيها ده علم الوحد وعلم الحشرات فكل حاجة من دول الددان القارضة الحفار المن كل حاجة ليها نوع معين من المبيدات بمجرد ما ألاحظ أن الغيد بتاعي انتشرت فيه حشرة معينة هبتدي أحدد المبيد هلجأ طبعا لاستشاريين أو الناس اللي متخصصة في علم الحشرات ونشوف إيه المبيد المناسب للحشرة اللي عندي وأتبع كمان عمليات زراعية معينة في حالة الإصابة الأمراض أنا كمهندس أو كفني لازم أكون واخد بالي ولاحظ الغيد بتاعي الورق ظهر عليها إيه الفرع الصاق ظهر عليه إيه القرون بدأ يظهر فيها إيه فالأمراض أهمها هيكون التبقع البني والصدق والبياض الزغب كل دي بتصيب الأوراق طبعا الورق عندي لو تصابت عملية البناء الضوئي هتتم بشكل سيء جدا وطالما ما فيش بناء ضوئي جيد هيكون ما فيش تكوين الغزاء اللي يعرفين إن الورقة باللفظة الدرجة هي المعدة بتاعت النبات فطالما البناء الضوئي مش كويس النبات مش هتغزة كويس مش هيبقى البزرق أو القرن منتج بالحجم المطلوب فيحصل أضرار بلغة جدا وفي الحالة دي طبعا لازم أنصح بزراعة أصناف تكون مقاومة للمرض ده مقاومة للتبقع مقاومة للصدق مقاومة للبياض وهكذا النطب والحصات في محصول الفول الفول بما أنه محصول شيته بيتم زراعته في نهاية أكتوبر بيقعد في الأرض من 140 ل160 يوم بيبدأ الحصاد في شهر 3 ده في الوجه الإبلي لأن الحرارة بتبقى عالية فبتزود أو يعني موسم النمو بيبقى سريع فبحثه بادري الحرارة الهادية في الوجه البحري بتخليني أأخر شوية الحصاد لشهر 4 لأن النمو وسرعة النمو وكبر النبات وتطور القرون كل ده بيحصل نتيجة الحرارة بطول في حرارة كويسة النمو بيبقى فيه تزايد حشان ده ده التفسير إن الحصاد في الوجه الإبلي بيكون بدري عن الوجه البحري الحصاد هنا في الفول البلدي اسمه الكسر يعني رايحين نحصد الفول البلدي فبتقول يلا نكسر الفول طب الضرة الضرة الشامية درس نفسها نقول رايحين اسمها عملية التقطيع رايحين نقطع الضرة طب محاصيل العلف زي البرسيم بنقول عليها حش فلفزة الحصاد دي خاصة كل محصول ليه مسمى معين في الحصاد بتاعه وبتبقى موضع سئلة كتير في أكمل وصحة وغلب يعني الكسر دي لفزة خاصة بالفول البلدي وخاصة بالأصب أصب السكر كمحصول من محاصيل السكر هندرسه في حلقات قديمة إن شاء الله فاللفزة أو حصاد يسمى الحصاد في الفول البلدي افتح كوس واختار هل الكسر هل التقطيع هل الجاني انت تختار الكسر الجاني ده خاص بالقطة فكل محصول ليه مسمى ودي نقطة مهمة جدا ففي حصاد الفول البلدي قلنا بيقعد حوالي من 140 ل160 يوم في الأرض برضو الفترة دي حسب درجة الحرارة هحصد على 140 ولا هحصد على 160 يوم دي راجعة للحرارة عندي في المكان اللي أنا زار فيه إيه الكسر هو إن في الواجه القبلي بيكون بدر شوية في شهر ثلاثة عن الواجه البحري مهم جدا إن أنا ما أتأخرش في كسر الفول علشان لما بتأخر الأرنق اللي هو السمرة بتفتح فبتقى على البزورة على الأرض فبفقد كمية كبيرة من المحصول فبينخفض الإنتاج في الآخر لأنني مش أقدر ألم البزورة اللي بتقع مني علامات النضج إمتى أعرف أن الغيط بتاعي جاهز على الحصاد في بعض العلامات كده أول ما أشوفها أول خلاص الفول بتاعي قرب يندج أو قرب يستوي هجهز بقى عشان أعمل عملية الحصاد أولها الأوراق السفلية بتجف الأوراق السفلية بتجف مش بس كده لما بتجف كمان بتسقط بلاقي الساق بقت شبه عريان الساق القائمة المضلع اللي قلنا عليها هلاقي برضو الأوراق والساق نفسها حصل فيها اسمرار دي كلها علامات توحي إلي أنا كفني أو كمهندس إن أنا أخد قرار لحصاد الفول البلدي بشكل عام هستعمل المناجل في قطع النباتات عملية الكسر هنا بقى والحصاد مش هنزل بإيدي وقلع لأنه ما ينفعش الجدر يطلع بالطراب أو بالطينة بتاعته ده غير إن الجدر ده وجوده في قلب الأرض كمحصول بقوله هيفيد المحصول اللي أنا هزرعه بعد كده لما يتحلل لأنه بيثبت أزوت الهواء الجوي أو في بكتيريا نفعة فهستعمل مناجل في قطع النباتات من على وش سطح الأرض هرس النباتات في حزم وهترك الحزم دي تجف في الغيط لمدة 3 أيام كده بشكل فيه تهوية حلوة وهنقلها بعد كده للجرن وأقلبها من وقت لقتين عشان أضمن جفاف النمو الأخضر من بعد الحصاد بعد كده هدرسه بقالة الدراسة عند الجفاف الكامل لما أضمن إن الحصاد اللي أنا حصدته ده أو الحزم اللي أنا مجمعها بعد تقلبها وجفافها وتهويتها هبتدي بقى أستخدم آلة الحصاد زي ما احنا شايفين في الصورة أو الدراسة الدراسة دي بتفصل البزور أو المنتج النهائي اللي احنا عايزينه من الفول البلدي ويستخدم في تغذية الإنسان عاني التبن اللي هقدر برضو أستخدمه استخدام كبير جدا في قطاع الانتاج الحيواني من حيث التغذية أو من حيث الفرشة تحت الحيوانات زي ما قلنا في الأهمال الاقتصادية عشان كده قلنا محصول مهم اقتصاديا جدا كمية المحصول زرعة فدان كلفت عليه تقاوي خمسين كيلو اشترتهم زرعتهم كلفت سمات كلفت ري كلفت بقى عملات خدمة مقاومة حشائش مقاومة حشرات مقاومة أمراض جبت عمالة وحصط وبعدين درست زي ما احنا شايفين هيديني بقى الفدان بعد ده كله هيديني ايه بالزبط هيديني الفدان الواحد من تمانية ل11 أردب ايه أردب كلافظة دي وحدة وزن وزن الأردب الواحد بيكون عامل مية خمسة وخمسين كيلو جرام في الفول البلدي لأن وزن الأردب بيختلف من محصول لآخر الفدان الواحد هيديني من تمانية ل11 أردب وزن الأردب هيكون مية خمسة وخمسين كيلو في الفول البلدي مش هيديني تقاوي بس هيديني كمان تبن. كم حمل تبن؟ من 4 إلى 5 حمل تبن. إيه الحمل ده؟ الحمل ده وزن الحمل الواحد 250 كيلو جرام. يعني كل 250 كيلو جرام من التبن الأصمر الخارج من دراس الفول البلدي بنقول عليه حمل. الفدان الواحد بيديني حوالي 5 حمل تبن وحوالي 11 أردب. وبشكل عام كمية المحصول في أي نبات بنزرعه بتتوقف على الصنف وعلى معاد الزراعة وعلى نوع التربة. إزاي؟ نوع التربة ده الأرض الخزبة الأرض السمرة فيها عناصر غزائية. طيب الأراضي الصحراوية فقيرة جدا في المادنة الغزائية. آه هينفع نسمد بسمد عضوي وسبخ ونقدر نضيف في الطنقيد سماد سوبر فوسفات أو حمد الفوسفوريك والبوتاسيوم والمغنيسيا عشان نقدر أطلع عندك كويس. أوكي. بس نوع التربة ده مهم جدا في حاجة زي دي. الصنف الصنف كذلك. عندي صنف بيديني انتاجية عالية صنف بيديني انتاجية عالية وصنف بيديني انتاجية متوسطة. عندي صنف بيصاب بالحشرات بيصاب بأمراض ده بيقلل معايا الانتاجية. طبعا التدريب العملية آخر حاجة في الحلقة بتاعتنا النهاردة هي بعض الأجزاء دي بناخدها كجزء عملي تعرف على نشاط العقد الجزرية اللي تكون متكونة على جزور محصول بقولي. انا عايز اعرف النبات ده اتنشط فيه البكتيريا نشطة ولا لا. فيه عقد بكتيريا موجودة ولا لا. بخلع النبات ومن خلال تدريب معاين هنتعلمه في المدرسة في الحصص العملي هقدر اعرف العقد دي نشطة ولا لا. كذلك عملية التلكيح بالعقدين ازاي بتتم ده تدريب عملي ازاي اقدر مصرفات واراضات فدان فول بلدي. دي كلها تدريبات عملية. طبعا بكده انتهينا من اول حلقة من حلقات محاصيل الحقل للصف الثاني جميع المجالات انتظرونا ان شاء الله في علاقات قادمة لتكميلة بقى المحاصيل. الى اللقاء